قال لهم انا ممكن افتح لكم موبايل دلوقتي. واوريكم قادة العرب. وهما بعتلي بيقولوا عايزين اسرائيل تنتصر وتصحق حماس. جيش الاحتلال بيتحدث على ان جميع الانظمة العربية رغم مرور اكتر من شهر على طفاقه الاخصى بتحافظ على علاقتها الكاملة معها. وانه لو خلصنا على حماس برضو هيكون الوضع هادئ. عادي. تعالوا نشوف الجزء ده قبل ما اقول قبل ما نروح للجملة التاريخية اللي وعدتك فيها من المشهد شלל واحد. بن اسم جميع. لنائب وزيل خرجיה על ישראל. יכול להיות שאחרי כל הקורבנות האלה וכל המלחמה הזאת יהיה לנו מצב יותר רגוע ושקט ברגע שחמאס וכל שלוחותיו יחוסלו ואנחנו שוכחים שכל היחסים שלנו היום עם מדינות השכינות שאנחנו מדברים על המחינות מדינות השכינות ואחרי מלחמה של שלושים ושלושה היום עדיין כל המדינות ביחסים טובים איתנו. אם זה אמירויות, אם זה בחרן, אם זה סעודיה, ואם זה מצרים ואם זה המדינות האחרות שרוצות להצטרף. גם ממרוקו. גמלת תارיכיה. לעל הנאיב وزיר الخارجיה לגש الاحتלال. قال لهم أنا מمكن אפתח לכם מובייל דלوقتي. דלوقتي. אני בתפקיד שגריר נודד של מדינות הגן הים התיכון. אני חי במנהיגות הזאת יותר מהרבה מקבלי החלטות כאן כי זה התפקיד שאני עוסק בו. הפופולריות של ישראל והרצון היום כולם לא מכריזים ולא אומרים את זה לתקשורת שישראל תנצח. תנצח ותהיה עמוד איתן כאן. כל واحد ممسוק בין לבاليبו. כל זعماءنا الأشاوس اللי עמלين נفسهم دكورها واللي بيخرجوا بزي الحرب وبالبشت والعجال والأنواط العسكرية ويجيبوا التدريبات ويحضروا المناورات ويطلقوا الطلاقات على شعوبهم بس. كل هؤلاء ممسكين باليبهم في إسرائيل. صوت وصورة وفيديوهات والرسائل والسمسات العار اللي بيجلل الأمة. الحدث جلل قسما بالله والخيانة غير مسبوقة. تربوه على خيانة ملوك الطواقف. لكن اوعى تقولولي انكم اتصدمتم. عارفين كل حاجة بس انتم سكتين. كل شركات الطيران تقريبا وقفت رحلات أراضي المحتلة. فنادق ما بقيتش تكسب. مقيم فيها الناس اللي خرجوا من غلاب غزة ومن شمال أراضي المحتلة. والحكومة متأخرة في دفع مستحقات الفنادق. عشان كده الفنادق بدأت تطرد الناس. استعرضنا القصة دي بالتوسع. يدعيت احرانوت بتنشر جزء يسير. لا تتركوا صناعة السياحة. أنا هنترك كل حاجة بإذن الله زي ما بدأت. كان المطار خاليا تماما بالأمس. أدى تحذير MLA من رحلات الجوية إلى الخارج لتوقف كامل في صناعة السياحة. ادعيت احرانوت بتعترف متأخرا جدا باللحصة. التي كانت تواجه الانهيار. يخشون من تصريح العمال وإغلاق الشركات. وينتقدون الدولة لعدم مساعدتهم. كانت زوب في إسرائيل بالأمس منذ فيروس كورونا. لم يكن مطار إسرائيل دولي خاليا إلى هذا الحد. مر حوالي 15 ألف مسافر فقط عبر المحطة أمس. انخفاض بنسبة 80% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. تم تسجيل 37 رحلة جوية دولية فقط بالأمس بجدوى الرحلات المتناثر. العدد هزير للغاية. وعلى سبيل المقارنة خلال أجازة تشري هذا العام. تعاملت سلطة المطار مع ما يقرب من خمسة مليون مسافر. متى نعود لهذه الأرقام في هذه اللحظة لأحد يملك الإجابة. أن الرحلات اللي بتكلم عليها دي كلها رحلات خروج. رحلات خروج. خروج. مش رحلات قادمة. كله خارج. خارج. إن ده صح رقم الخمستاشر. طيب. ألغت جميع شركات الطيران. ألغت جميع شركات الطيران. الرائدة في العالم رحلتها إلى إسرائيل. الرائدة والنقيب والملازم أول. خد مني. خد مني. الرائدة والنقيب والملازم أول. حتى إشعار آخر. من دلتا. عبر البريطانية. تركيا. الإماراتية. الإيزي جيت. والذين يحافظون عن تصال الجو بين إسرائيل والعالم. هم الشركات الإسرائيلية التلاتة. العال وإسرائيل وأراكيا. دي كله زهاب بلا عودة. زهاب بلا عودة. دي شركات ما تقدرش توقف. عن رغم أنهم أرضاً ألغوا الرحلات الجوية لعدد غير قليل من الوجهات. يعني حتى الشركات التلاتة دي ألغت أعداد كبيرة من الرحلات لوجهتها. هم دول التلاتة اللي شغالين. كما ألغت الشركات العالمية قليلة تهتم تصير رحلتها هذا الأسبوع بعد تحضير وزير الخارجية الإسرائيلية التي دعت إلى مراعات ضرورة السفر إلى جميع الوجهات والشركات الوحيدة التي لا تزال تأتي إلى إسرائيل شركة بلو بيرد بتطير إلى اليونان مرة واحدة في الأسبوع شوف حضرتك السطر المنور ده عشان أقول لك إن الإمارات أخطر على الأمة وفي لاي دبي والاتحاد من الإمارات وثلاث شركات أجنبية صغيرة أخرى في لاي دبي والاتحاد من الإمارات كتفاً بكتف مع الثلاث شركات الطيران الإسرائيلية في لاي دبي والاتحاد من الإمارات ولاد المركوب ولا تخفي شركات الطيران الإسرائيلية قلقها بشأن المستقبل الغامض أجرت منقشات طريقة مع وزير المواصلات ميري ريجيف أفتقد كورونا يعني كانت أيام كورونا أحلى من تلك الأيام مئة مرة مئة مرة مئة مرة يقول الرئيس التنفيذي لشركة إسرائيل إسرائيل ما عليش بس كتبارة الفيديو إن إحنا بقى زائد تمنتاشر يعني والله ما عملنا أي حاجة والله ما عملنا أي حاجة شكرا شكرا تماما بيقولوا لنا بس إن إحنا البس رجاء يعني انشاروا البس وتعملوا لايك أعمل إيه طيب أعمل إيه طيب ويؤكد حوالي فقدنا ثمانين في المائة من الرحلات يؤكد كبار المسؤولين في العال إن فيروس كورونا كان وباء عالميا فإن الحرب في غزة تختصر على إسرائيل فقط الطيران الرسيد السراتيجي أساسي للبلاد وبدون السمرية الطيران يمكن أن تصبح إسرائيل قوة الجزيرة المحاصرة منذ بداية الحرب بذل الشركة العال قصار جهدها لعادة الإسرائيليين إلى إسرائيل عادتهم برضو يا خلقوف ونقل المعدات الأمنية للقتال جوا لاجب ما عرفش إيه لتاينهم يا دعوتو أحنا بقولك عاملة تقرير عن الخراب لا كم كم عاملة تقرير عن الخراب في المجال الجوي وهذه أيضا بكل أرحية ليست الحقيقة لا تهدد الحياة البرية في إسرائيل شركات الطيران في حسب بل تشل صناعة السياحة بأكملها أنا عايز أفهم مين أم سايح يروح يسيح في هذا التوقيت بجد مين أم سايح ممكن يروح يسيح في هذا التوقيت ولا تقبل وكالات السفر طلبات جديدة من العملاء ولكنها تتعامل بشكل أساسي مع الإلغاءات واستراد الأموال إحنا فتحين شركات السياحة عشان الناس اللي تلغي وتسترد الأموال كما توقفت تماما لا توجد سياحة داخلية ولا سياحة واردة فنادق المبيت والإفطار في الجنوب والشمال المغلقة ولا تبقى الفنادق على قيد الحياة إلا بسبب بقاءة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم معها بأسعار أقل كثير من المبالغ المفروضة على ضيوف عائدين ماشي؟ عاديين ها دي يدعوط إحرانوت نحن كما يواجه مقدمات إزمة حدة لقد تعرضنا لضربة قوية بعد أن تمنا من تعافي طيب إيه اللي بيلخص ده؟ إعلام جيش الاحتلال اللي بيتحدث نحن في نجبة نحن في نجبة هكذا يتحدث إعلام جيش الاحتلال عن الوضع الحالي في الأراضي المحتلة نجبة إسرائيل وها تلك الأيام دول ها؟ ولا تهنوا بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلىون إن كنتم مؤمنين إيه يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين يقير لبيد رئيس الوزراء الأسبق من جديد وفي رسالة أشد من رسائله السابقة عليك أن تتوقف عن القتال فوراً ليه؟ ليه؟ قالك لأنك بتضيع مقاتلين ومواطنين تتفع الفلوس لفتوع غولف غز حكلمت حضرتك عن الأزمة الفنادق بتطرد المستوطنين اللي سكنون في الفنادق لأن الحكومة بتدفعش ما بتدفعش الفلوس وحقيقة ما فيش فلوس النهاردة إسرائيل بتعلن خسائر خمسين مليار هتقول لي دول معروفين كده وبيبلغوا هيا الحسאי רקبر מלחמצים מليار לביד رئיסו-לוזרה الأسبق עבר ועוד יום הכספים הקואליציונים של הממשלה לא הועברו לשיקום העוטף וסיוע למפונים ולעסקים שנפגעו במלחמה הממשלה מסרבת לשחרר שמונה מיליאר שקלים שהם שמו בצד לצרכים פוליטיים לא יכול להיות שהם ימשיכו לעשות חישובים פוליטיים בעת הזו הכסף הנזי לא צריך להיות מוקפא הוא צריך לעבור באופן מיידי למי שצריך אותו באמת تمانية مليار طبعا خلي بالك انه زي وقت كورونا انت بتعود المنشآت كلها اللي توقفت ودي بلا حصر هو مش قادر نيتنياهو مش بس بتحصروا الأسئلة داخل أراضينا المحتلة حتى في الإعلام الأمريكي ليه مش راضي تتحمل المسئولية هو يتحملها هو مكمل في تلك الحرب عشان عارف المصير المحتوم المحتوم زي الهندي كده في بريطان سوناك انت مش راضي تتحمل المسئولية لي الإعلام الأمريكي هل تعتقد أنك يجب أن تتحمل المسئولية؟ هل تسمع هذا بربع مشفت العسيان كان طب الدموقراطية مننا وأكثر مفتاحة؟ للأسف ده أكيد للأسف ده أكيد بينهم من بعض للأسف ده أكيد قلنا الآية واضحة لا يجرم أنكم شنقان وقوم على علا تعديله طيب لكن ده مش نتيجة الحرية والديمقراطية ده نتيجة أن الكارتة أكبر منك تقدر تغطيها كلها دي الومدات اللي ظهرها من الكارتة اللي اللي بنعرضه واللي بزعه من إحنا عرضنا أجزاء يعني تفاهم حضرتك الوضع وليس كل ما يحدث ده بكل تأكيد تفاهمك أنه هو هذه الومدات اللي بيحصل ده أجزاء يسيرة جدا من الحقيقة نتيجة أن الوضع أكبر منك تتجاهله بصورة كاملة